يبحث الفلاح سلمان عن الوسائل المتاحة بما يمكنه من سقاية بستانه التي أهلك العطش ثلثي أشجارها ومن هذه الوسائل المياه الجوفية والمرشات التنقيطية رغم تكاليفها الباهضة بعض الشغلات سوناها على التقطير وهذا نظامناها كلها التنظيم بتقطير هذا هذا ليس سقي هل تجيسون دات المده بهذه اللي جوية حتى نستعملها خزانة الشغلات يعني طرق أفضل من القديم بس مكلفة دعم ما يكون يأتي ذلك في وقت تواصل فيه منظمات دولية تحذيراتها من كارثة بيئية محدقة بالعراق بعد أن تناقصت المساحات الزراعية إلى نسبة الخمسين في المئة نتيجة التغييرات المناخية التي ضربت المنطقة وانخفاض مناسيب المياه في المسطحات المائية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ما أجبر ثلث سكان الأريافي للهجرة إلى مراكز المدن بحثا عن المياه ووسائل عيش بديلة عن الزراعة نقيس هذا الموضع بشكل منطقي الآن لا يرد العراق إلا ما يقارب خمسين بالمئة من استحقاقها الطبيعي من المياه الخام سابقا كانت فيضانة ربيعية كانت إرادات كبيرة الآن كل ما موجود بسدودة تركيا من المياه كان سابقا إرادة بتحقيق العراق وبالتالي المساحات التصحر ارتفعت بنسبة تعادل نقص الإرادات بالمياه سواء كانت من الأمطار أو كانت من المياه السطحية وزارة الزراعة دعت من جانبها إلى تغيير أنظمة الري التقليدية والتحول لاستخدام التقنيات الحديثة إضافة إلى زراعة النباتات الأقل استهلاكا للمياه بعد اتساع مساحات التصحر بسبب الجفاف بالإضافة إلى أن تكون انتاجية عالية باستخدام البذور الحديثة والهجن المستخدمة في زراعة مخاصر الخضار بالإضافة إلى استخدام الرتب العليا والأصناف المقاومة والمتحملة للمياه وتسببت التغييرات المناخية بفقدان مساحات زراعية واسعة ففي محافظة ديالا وحدها تحول أكثر من 150 ألف دون من زراعي إلى أراضي قاحلة فضلا عن تجريف مساحات واسعة من البساتين وتحويل جنسها إلى سكنية إضافة إلى فقدان البلاد للأحزمة الخضراء التي تعد أهم مصدات العواصف الترابية وتنقية الهواء ويحتل العراق المرتبة الخامسة بين دول العالم تأثرا بنتائج التغييرات المناخية وأبرزها الجفاف والتصحر وتلوث الهواء في وقت يواصل فيه مباحثاته مع البلدان المتشاطئة في حوضي دجلة والفرات للحصول على حصته المائية أحمد الرسام الحرة ديالا